السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة Power Query المتقدمة ده الجزء التالت من مجموعة صغيرة قوي بتتكلم عن لغة M خطوة بخطوة الجزء الاول والتاني اتكلمنا فيهم على بناء بتاع لغة M او الستركتشرة بتاع لغة M وشفنا انواع الفاليز المختلفة فاتكلمنا على البرميتف فاليو او الفاليو منفلدة اتكلمنا على الفونشن فاليو وتكلمنا على ستركتشور ديتا فاليوز اتكلمنا فيها على الجداول والقوائم والسجلات او الركورز النهاردة بنعرض مثال بسيط جدا ازاي ممكن استخدم دوال M من البداية للنهاية عشان اعمل كويري كاملة من غير اي استخدام خالص لليوزر انترفيس او محرر Power Query وطبعا ده للتدريب فقط لانه المثال بسيط جدا ويمكن جدا انا اعمله باستخدام اليوزر انترفيس والمثال ببساطة انا هروح اجيب جدول صغير فيه بيانات المبيعات من الExcel Sheet ومطلوب مني احسب الCommission وانالسس بسيط جدا على الCommission لو مشوفتش جزء اول والتاني فيه قائمة تشغيل صغيرة جدا اللينك بتاعها موجود فوق لو سمحت استخدمه عشان محتاج تشوف الجزء الاول والتاني وبعد كده تتفرج معنا على الجزء التالت ودلوقتي يلا بصورة على الExcel ونحاول نشوف المثال مع بعض عندنا Excel Sheet فيها جدولين الجدول الاول وده اللي يهمني موجود فيه 3 columns بس الكلوم الاول فيه الاسابيع ويك وان لغات ويك فور وبعد كده الامونتس ودي ارقام المبيعات في كل اسبوع وبعد كده الRate والRate ده هو رات الCommission اللي احنا اديها للناس اللي باعت طيب على يمين فيه جدول تاني فيه الQuantity والCost لكن دول ما يهمونيش دلوقتي انا عايز اركز بس على الجدول ده طيب ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا اودي الجدول ده على الPower Query ويطلع عندي في الاخر نتيجة بالشكل ده المطلوب محسوب فيه الCommission وما هي الا حاصل ضرب الامونت في الRate فيطلع لي الCommission وبعد كده عايز اشوف كل اسبوع الCommission بتاعته تمثل كام من اجمالي الCommission يعني مثلا الاسبوع الاولاني 500 على التوتر الاجمالي اللي هو حوالي 2898 يبقى عندي 17% في الاسبوع الاولاني 31% في الاسبوع التاني وهكذا زي ما اتفقنا عايزين نعمل الكلام ده باستخدام الـ Advanced Editor عايز اكتب الكود كله بالكامل مش عايز استخدم خالص الـ User Interface هروح على Get Data وبعد كده From Other Sources هنزل تحت خالص Blank Query هيفتح لي Power Query Editor على اليمين اسم الكويري ممكن اديها اسم بسيط وليكن مثلا الـ Commission وندوس Enter وبعدين نروح على View Advanced Editor وتعا نبدأ نكتب كل حاجة مع بعض اول حاجة عشان اجيب معلومات من نفس الـ Excel Workbook ممكن نستخدم الـ Function اسمها Excel.CurrentWorkbook فحابده اكتب Excel اول اختيار عندي Excel.CurrentWorkbook مش محتاجة مني اي برامترز هفتح قوس واقفله وبعد كده Done وتعا نشوف النتيجة اللي قدامنا هتلاقي دي محتويات الـ Excel Workbook اللي انا واقف عليه عندي فيه اثنين تابل ادي التابل بتاعنا هولي احنا عايزينه تابل الاولاني اللي فيه الـ Amount والـ Rate واتي التابل التاني احنا مش عايزينه اللي هو موجود فيه الـ Quantity والـ Cost وهنا اسم كل تابل الاولي اسمه Commission والتاني اسمه Cost والمحتويات موجودة في القلم اللي اسمه Content طب تعا نركز ما اللي شرحناه قبل كده انا محتاج اعمل Look Up ل Value معينة او محتاج ان انا استخرج Value معينة من الجدول ده يبقى انا محتاج ادي له رقم السطر واسم القلم لو عرفت ادي له الحاجات دي هيطلع لي المعلومة اللي انا محتاجها تعال نرجع Advanced Editor ونجرب مع بعض السطر اللي انا عايزه اللي هو السطر رقم واحد يبقى هنستخدم الـ Carry Bracket ونقوله لو سمحت عايزين الـ Zero لان احنا قلنا قبل كده ان الـ Power Query Zero Based فاول ما حدوه الـ Zero وحيفهم ان انا عايز السطر الاولاني طيب وعايز أنهو Column انا عندي اتنين Column Content و Name اكيد انا محتاج الـ Content يبقى هفتح Square Bracket من العمود اللي اسمه Content السطر الاولاني ولو قلت ضعنا على كده هيفتح لي على طول الـ Data اللي انا محتاجها خد بالك انا عملت هنا هارد كودنج للـ Zero ودي ممكن تبقى مشكلة شوية لان لو اضاف جداول جديدة وترتبها تغير من الشرط ان انا اكون اعايز اول جدول اللي هو رقم Zero ممكن اكون اعايز ادور عليه بالاسم يبقى عشان اعمل كده تعال نرجع تاني من فومولا بار هاشرلك المنظر الاولاني ده يبقى عشان اعمل كده يبقى انا عايز ابحث عن الاسم اللي اسمه Commission من جوه الـ Column اللي اسمه Name مش عايز اقوله انا عايز رقم Zero لا عايزك تدور لي جوه الـ Column اللي اسمه Name لما تلاقي اسم Commission لو سمحت اديني الـ Record اللي فيها Commission طب عشان نعمل كده هارجع Advanced Editor وعشان اعمل عمية البحث دي برضو هفتح Carry Bracket ولكن جواها هفتح Square Bracket والSquare Bracket في الحالة دي بيسموها Look Up Operator يعني ايه Look Up Operator يعني كأنها اداة للبحث بتساعدني على البحث طب انا عايز ابحث في أنهو Column محتاج ابحث في الـ Column اللي اسمه Name طب لما يكون ايه ابحث عن ايه بالزبط هقوله يساوي واعمل Double Code واقوله لو سمحت دورلي على الاسم اللي اسمه Commission جوه الـ Column اللي اسمه Name تعالى ندوس دان ونشوف ايه اللي هيحصل هتلاقي فعلا جابلك الـ Record اللي موجود فيها الـ Commission وقادي الـ Table الخاص بها كويس كده خلصنا الجزء الاولاني تعالى نرجع تاني View و Advanced Actor كمان انا محتاج الـ Field اللي اسمه Content يبقى نفس العمال المرة اللي فاتت Square Bracket وحكتب كلمة Content وبعد كده اقول له دان مرة كمان هتلاقي قدامك الجدول بتاعك تفتح نفس اللي حصل بالزبط ولكن ده بشكل افضل مهما كان الترتيب داخل الجدول مش تيفرق لانه هيدور دايما على الـ Table اللي اسمه Commission وهيجب لي العمود اللي اسمه Content طيب تاني خطوة بعملها دايما ان اعمل Change Data Type ان ادور على الـ Types المظبوطة للـ Columns دي عشان اعمل كده برضو هعملها من Advanced Editor هروح على Advanced Editor وهزود خطوة جديدة فهعمل كما ودوس Enter وتعالى نسميها مثلا Change Type وبعدين Equal ونستخدم function اسمها Table.TransformColumnTypes طبعا بتكلم عن نفسها الاسم سوف افتح قوس وشوف محتاجة مني ايه محتاجة مني اول حاجة Table الـ Table هو الخطوة اللي اسمها Source سوف اديره الخطوة اللي قبلها اللي هي Source وبعد كده كما وبعد كده عايز مني Transformations as a List يبقى محتاج مني لستة على طول اعمل Carry Bracket طبعا اعمل ترانسفورم كم كولوم تعالى نبص كده مع بعض محتاج ترانسفورم واحد اتنين ثلاثة كولوم طبعا انا محتاجة اديره لستة ولكن جوه اللستة دي مجموعة من اللستة او ثلاث لستة يبقى قائمة جوها ثلاث قوائم وكل قائمة هتديره فيها اسم الكولوم وترانسفورميشن اللي محتاجة اعمله يبقى نفتح كمان Carry Bracket اول كلم انا عايزه هو ويك هكتب ويك جوه اتنين دبل كوت وبعد كده قامة وقال له انا عايزي الويك ده لو سمحت يكون ايه يكون تاكستي بقى هقول له لو سمحت type text كلمة type بيفهمها انا عايز اتشينج ال type وراها text ودي برضو كلمة هو فاهمها خد بالك الاثنين لازم يتكتبوا small letters طيب بره اول زوج من ال Carry Bracket هعمل قامة عشان اعمل كمان كلمة فهفتح Carry Bracket تاني المرة دي عايز اترانسفورم ال Amount double quote وكلمة amount وبعد كده قامة وقال له لو سمحت type المرة دي هيكون number برضو هكتب له كلمة number بالsmall وحيفهمها مفيش مشكلة وبعد كده قامة column الثالث open curly bracket وبعد كده double quote عشان احط اسم ال column اسمه rate وبعد كده قامة والمرة دي عايز اقول له ده percentage مختلفة شوية هكتب له حاجة اسمها percent dot type موجودة هنا percentage dot type كده الفنكشن دي خلصت يبقى انا محتاج بعد كده بعد ال in اغير بدل كلمة source اقول له او سمحت عايز ال step الاخيرة اللي هي change type control c و control v وبعد كده هقول له done ضاف خطوة جديدة اسمها change type وبص على column types هتلاقيها كلها مظبوطة طيب الخطوة اللي بعد كده عايز اضرب العمودين دول في بعض وحط النتيجة في عمود جديد هارجع ال advanced editor خطوة جديدة كما وهقول له enter وعايز لو سمحت اسمي خطوة جديدة ولتكن add commission column بعد كده equal هستخدم function مشهورة جدا اسمها table dot add column وبعد كده هفتح قوس ونشوف طريب مني ايه اول حاجة عايز مني table ال table موجود في الخطوة اللي قابليها اسمها change type كما عايز مني ايه تاني عايز اسمي ال column الجديد وتعالى مثلا نسميه commission وعايز مني بعد كده ال function او ال expression اللي عن طريقه هحسب ال data اللي جوة ال column الجديد في الحالة بتاعتنا انا عايز اضرب ال rate في ال amount لكن لازم استخدم الكيوورد اسمها each عشان يعدى line by line واضرب كل line في التاني بعد ما هقول له each انا عايز ال column بتاع ال amount يبقى square bracket واكتب amount وبعد كده علامة ضرب square bracket واكتب rate وبعد كده في الاخر لازم اغير ال add commission column اخليه هي ال variable اللي بعد ال end عشان يديه ناتج الخطوة الاخيرة وحقول له done اضاف خطوة جديدة وزي ما انت شايف اسمها commission وحسب لي فيها commission ولكن محتاج اعمل change type تاني بدل ما اعمل خطوة جديدة لو رجعت تاني على advanced editor وروحت على الخطوة بتاعة add commission column ال function اسمها تبدو add column فيها parameter الرابع لو عملت كاما ممكن اقول له على طول type number وكده هيفهم ان ال column الجديد type بتاعه number وطبعا number ده مقصود به decimal number هقول له done وهتلاقي ال column بتاعك 1.2 يعني ده decimal number والدنيا ماشي كويس اول الخطوة اللي بعد كده عايز ازود عمود كمان في نسبة ال commission بتاعة كل week على اجمالي الاسابيع كلها طبعا عشان اعمل كده الاول محتاج اجمع كل ال commission هرجع advanced editor وتعالى نزود خطوة جديدة comma و enter ممكن نسميها total commission مثلا وبعد كده equal هستخدم function سهلة جدا اسمها list.sum بتتكلم عن نفسها عايز اجمع listة معينة فين الليستة دي الليستة دي هتكون موجودة في ال table اللي قبله على طول اللي فيه add commission column فحقول له add commission column لكن انا كده مديده table بالكامل انا مش عايز كده انا عايز اديه listة من جوة table يبقى الليستة دي موجودة فين موجودة في ال column اللي اسمه commission يبقى انا فتحت square bracket وكتبت جوة commission الناتج اللي هيطلع هتكون listة والليستة دي فيها amount بتاعة commission يبقى كده هيفهم اللي انا عايزه بالزبط وممكن اخد برضو الخطوة الاخيرة ctrl c و ctrl v وبعد كده اقول له done وهتلاقي الكويري كلها تحولت الى رقم واحد اللي هو اجمالي مفيش مشكلة هستخدم الرقم ده عشان احسب النسبة اللي اتفقنا عليها هارجع تاني على view advanced editor هزاود خطوة جديدة comma enter عايز دلوقتي احسب percent of total commission equal ده اسم الخطوة percent total commission equal وعايز اعمل عملية اسمه ولكن جوة column جديد تاني هستخدم table.add column هفتح قوس فين ال table اللي عايز ازاود عليه column مفيش table في الخطوة اللي قبلها على طول اللي هي total commission لكن ال table موجود في الخطوة اللي قبلها اللي هي add commission column هاخد منه copy وحطه هنا يبقى كده ال table اللي هو عايزه comma اسم ال column الجديد ايه ممكن اسميه حاجة مثلا زي percent total commission وبعد كده comma وعايز مني ازاي احسب ال column ده نفس الكلام هقول له والله each المرة دي عايز ال column بتاع commission يبقى هفتح square bracket واكتب commission عشان reference column بتاع commission وهلو سمحت اقسمهولي على مين على الخطوة اللي قبلها على طول الرقم اللي موجود في الخطوة اللي قبلها على طول اللي هو total commission ونفس الكلام بالزبط هاخد من الخطوة الاخيرة وحطه بعد ال in علشان يديني ناتج الخطوة الاخيرة وهقول له done وقدي قدامك زي ما انت شايف percent total commission اضاف وقدي النسب ولكن طلعلي بشكل decimal number محتاج برضو اغاير type هرجع على advanced editor هستخدم البرامتر الرابع اللي موجود فيه table.add column وهكتب هنا percentage dot type ادي percentage dot type ممكن اختارها من هنا وهقول له done و ادي الجدول بتاعك خلص تماما home close and load close and load to existing worksheet تعالى نختار c11 واقول له اوكي ممكن هنا نعمل حبة number formatting هنا وهنا هحتاج percentage وهنا وهنا ممكن احتاج thousand separator مثلا وكده يبقى حركة task خلصت مية في المية استخدمنا advanced editor بالكامل ما عملناش ولا حاجة بالuser interface بكنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو ده ونهاية المجموعة المكونة من ثلاث اجزاء اللي بتكلم على مكود خطوة بخطوة اتمنى انها تكون مفيدة لكم لو عجبك الفيديو لو سمحت اعمل لايك واشترك في القناة وكتب لي تعليق وكمان ممكن تعمل شير الفيديو عشان الناس كلها تستفيد وهتلاقينا بعض اللينكات ممكن ترجع لها وتشوف حاجات تانية من الشانل بتاعتنا شكرا جدا لوقتك واشوفك الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته